اشتركوا في القناة ولكن البداية من ذكرى 14 أدار شو بتفرق اليوم 14 أدار 2024 عن 14 أدار 89 تفرق كثير 14 أدار 89 كانت محطة تاريخية بالنسبة للبنانيين كلا يتمنى نتذكر شو النتيجة طبعا هي انسحاب الجيش السوري والهيمن السوري اللي كانت على مؤدرات البلد ككل هذا شيء نحن ما لازم ننسي أبدا ولكن للأسف بعد هستين اللي ما رأيت التشزي اللي صار بـ 14 أدار اللي صار سياسيا صاروا معات فيها هذيك الموقف الموحد اللي كمان تبعات تبعيته عم نشوفها نحن على الساحة السياسية كمان باليوم ولكن ما لازم ننسى محطات تاريخية منها 14 أدار حتى نتعلم عبر انه التعاون مع بعضنا بمراحل أساسية ممكن يساعد لبنان حتى يقدر يتخطى كل الصعاب باتجاهات أخرى إيجابية ماذا تبقى من 14 أدار؟ بالحد الأدنى تبقى لبنان كدولة كسيادة وطنية موجودة تقول لي السيادة كلمة كبيرة بالنهاية هذه نص أو كلمة ولكن هناك الكثير تعبير ومعاني ولكن نحن كل آياتنا كل لبنانية اعتبرنا أنه فيه أو بالأحرى فيه جزء مننا اعتبر أنه سوريا محتل يعني مثل ما الإسرائيلي كمان محتل وجزء آخر لا كان اعتبر أنه سوريا كان فيها دور معين مدعوم من الدول العربية ولكن خارج هذا إذا شلنا كل هذه الاعتبارات هذين اتنين أنا أعتبر أنه صار فيه بلد جديد بـ 14 أدار ولكن هذا البلد لم يصل إلى النتيجة لأننا كليبنانيين كلياتنا نتمنى أنه يكون في عنا حقيقة دولة وطن ومواطن في لبنان اليوم بس نحكي عن 14 أدار عن رموز 14 أدار نحكي عن الدكتور سبيل جعجا نحكي عن الرئيس سعد الحريري عن وليد بايك جنبلات اليوم أين هذه الرموز كلها بمطرح معين الرئيس الحريري خارج الحياة السياسية وليد بايك جنبلات أقرب إلى الثناء الشيع وتحديداً بموقفه من الحرب الدكتور سمي جعجا بعيد كل البعد إذا بدأ احكي عن طيار الوطن الحر أين الطيار من هذا؟ طيار كان من الأساسيين بحركة 14 أدار إذا منتذكر شيء اللي صار يومتها وما قبل والتحضير لحتى 14 أدار كان دوره كتير فعال وأساسي الطيار مثله مثل آخرين إذا روحي للبداية 14 أدار كان الطيار من صلبة بالأساس صار فيه مثل أتلك تشظي بعدين لأسباب سياسية ممكن تكون محلية ممكن تكون إلى تأثيرات خارجية ولكن مثل ما قلت أنت قبل شوي أنه كمان في المؤثرين الآخرين يعني مثل الوزير وليد جنبلات صحيح أنه بطل رئيس حزب التقدم الاشتراكي بس بعضه عنده دوره السياسي طبعه ولكن أنا برأيي كمان صار فيه عنده بعد إلى حد ما عن الجوهر السياسي الأساسي طبعه 14 أدار الأسباب تتعلق يمكن بالأحداث التي صارت بسرية بعدين أو حتى بالمواضيع الداخلية اللبنانية ودكتور سامير جاجع كمان بنفس الوقت لكن الظروف السياسية تتغير ما بتضل مثل ما هي مع المسارات بتتغير كثير ولبنان تتغير من هذه الفترة إلى الفترة هذه حيثاً لبنان بمراحل كثير صعبة وحتى التحلفات تغيرت كان 18 و 14 اليوم معد في إدلات مينة و 14 هذا الوقع بالسياسي اليوم فكرة 14 أداري التي تحكو فيها عن حصر السلاح بناء الدولة تطبيق الدستور اليوم كل هذه الأفكار قابلة للتحقيق أو للتطبيق اليوم بيومنا هيدا حتى لو لم تكن هناك قابلية لتحقيقة لازم نظل نحن نطالب فيها وما نتراجع عنها لأنه هذه مطالب جوهرية وأساسية إذا عم نحكي بتركيب بلد أو بكيان اسم الكيان اللبناني كل هالتفاصيل هذه الأساسية وجوهرية شرط أن يكون هناك اتفاق وطوافق بين اللبنانيين نحن لبنان هذا المزاييك الذي نحن يعيشين والاجتماعي في لبنان ما فيك لا أنت تفرض علي ولا أن أفرض عليك ما نشوف المصلحة اللبنانية بالحدود الدنيا اللي كيف ممكن نتلف نتفق عليها ونطلع مرحلة ورا مرحلة لنحن وشركائنا بالوطن سننتقل أنا وحضرتك دكتور إلى العلاقة المستجدة بين التيار الوطن الحر وحزب الله اليوم كل المتابعين يهتمون بهذه العلاقة وبما يصير هذه العلاقة إذا بدأ اختصير وتخلي حضرتك تعطيني صفة عن هذه العلاقة اليوم كيف تصف العلاقة بين التيار الوطن الحر وحزب الله علاقة كثير من الناس كان يقولوا بالزمان أنه علاقة تحالفية لا التيار كان صار حزب الله لا التيار في هناك تفاهم ولكن تفاهم على نقاط محددة بمحلات كنا متفقين بمحلات ما كنا متفقين لا هن صاروا تيار وطني حر ولا نحن صرنا حزب الله اتفقنا بمراحل واختلفنا بمراحل وهذا الشي واضح أن الإعلام كل يتوا عم برصد هذا التفاصيل مش من اليوم عم بحكي بالفترة الماضية خصوصاً يلعب مع هذا العماد عون تحديداً بموضوع بناء الدولي ومحاربة الفساد يوم ما شو غرفته تحديداً مع حزب الله أو أين أخل حزب الله بالوعد أو بتفاهم أنا بخير سأقول لك بناء الدولي ومحاربة الفساد هؤلاء الموضوعين أساسيين وعندما نتحدث عن موضوع السلاحي الخطة اللي نسموها الدفاعية استراتيجية الدفاعية للبنان بناء الدولي لأنه كلنا نتذكر دور الرئيسنا بيهبري حتى مصور فيه خلافات على حساب يمكن نظرة الطيار فيما يتعلق ببناء الدولي ككل أو حتى بمحاربة الفساد لأنه أنا كمواطن لبناني وأنت بتشاركيني نفس الشي كلنا منعرف أنه هذه المنظومة من التسعينات حتى تاريخ اليوم وصلتنا إلى مكان بطل فيه دولة فعليا لا أقتصادنا ولا ماليتنا ولا كل شي أنا كمواطن اللبناني بيحلم فيه أنه لأن الدولة نهارت نهارت الدولة نعكس علي أنا كمواطن وبعدني إلى تاريخ اليوم الدولة منهارة وأنا منهار ومصريتي مش معي كمواطن لبناني والدولة بدأت دفعني هذا مصاري كتير مهم تقليلي في يوتوبيا فيه أنه إذا نحكي بالفساد أنه هل ترى قدرين نحارف الفساد بالمطلق على الأقل نحن حاولنا لو قدروا ساعدونا الأطراف كلها يتون ومنهم على رأس حزب الله كنا ممكن تقدمنا لدرجة كتير لقدام هذي جزء أساسي فيما يتعلق ببناء الدولة اللبنانية حتى أنا كمواطن لبناني خصوصي عنصر الشباب يكون عندي إمام بهذا البلد حوض الأساس التي اختلفت فيها ما حزب الله ما بعد فيه من هذا التفاهم ما هن البنود جالي بعضهم لكن فيه بنود اتفقنا علي لكن التفاهم اللي صار بالألف ست يجنب لبنان كارثة سياسية كبيرة أو حتى ممكن تكون اجتماعية كبيرة نتذكر كلياتنا العداء الإسرائيلي اللي صار بتموز لما كان فيه هذا التفاهم وبعدين مشكلتنا انه الناس تنسى التيار ليس فقط يحاول التفاهم مع حزب الله في سنة 2006 كان يبحث وراء التفاهم مع التنظيم الشعبي الناصري مع الحزب الشيوعي حتى مع طيار المستقبل كان عنده الفكرة لما رجع العماد عنهم بالانفتاح على المكونات الليبنانية لانه إذا ما كنا نتعاون مع بعضنا ما لدينا لننهض بهذا البلد لكن للأسف التطورات السياسية إن كان داخلية أو حتى الإقليمية والخارجية عندها تأثيرات المباشرة على الساحة السياسية اللبنانية تبقى أنت حتى براسك ولكن يقف ماذا عن مستقبل هذه العلاقة بين كم يعني اليوم نقدر نقول وقع الطلاق الكلي ولا نلطف أكتر الصفة نقول أنه لازلتم أصدقاء ولكن كل حدا عنده رأيه السياسة تتفق معهم على القطعة على هذا الموضوع على هذا الموضوع منختلف أكيد أكيد نحن في مواضيع منتفق معهم مواضيع منختلف معهم ولكن قبل كل شيء في مواضيع أساسية هي موضوع التصدي للاعتداء الإسرائيلية هذا موضوع كثير مهم نحن بهذا الخصوص معهم لأن أي اعتداء إسرائيلي كان جيش أو كان مؤاومة كشعبية أنا ابن جنوب وأعرف عن شو يحكي بهذا الخصوص أن حصرية السلاح والستراتيجية الدفاعية أساسية أن تنحط على دورة طولة مستديرة مع اللبنانيين كلهم يقدروا يفقوا عليها لأن لا يمكننا أن نظل نحن يقعدين بهذه الطريقة وفي أمور سياسية أخرى حتى العلاقة بطبيعة العمل اليومي كمسيحيين بوجود هذه الحكومة التي هي حكومة أولا مستقيلة ما عندها سائط المجلس النيابي أنه يتميد السلطة وعنصر المسيحي وتحديدا الماروني مغيب عن السلطة بالكامل يختصروا والحزب كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لا أعلم ما الأسباب ولكن نعتبر ما كانت الأسباب تغطية لبعض الأخطاء السياسية وانتهاك للدستور هذا موجود هذا أمر واقع حذرنا منه بالماضي وبعدنا نحذر منه نحنا وغيرنا تميدي غلط اليوم ولكن هناك صداء بينكم سيضل في علاقة ممكن نذهب لإعادة أحياء هذا التفاهم الجديد أو يكون في مرخيل بيصير جديدة معينة هذا شيء متروك للمستقبل سأقليك التطورات كلها نحنا كتيار وطني حر لنا مصلحة نكون عن علاقة مع الجميع نحنا لم نشكر بابنا على حدا ولا لدينا نية أن نلغر حدا الإلغاء في لبنان بالعام ممنوع لأنه مكون سياسي أساسي بالبلد لا يوجد أن أتحدث مع كل الأطراض ولكن انطلاقا من مواقف محددة السابتة هي مواقف كيانية للدولة اللبنانية بوجود كشركاء نحقق شركتنا مع الآخر ضمن حقوقنا وحقوقهم مثل ما هو عنده حق أنا في عندي حق بدأوا يعترف لي بحق لماذا الرئيس عون برأيك دكتور أمل بهذا التوقيت أعطى هذا الموقف العلني من الحرب الجرية في الجنوب لجاه حزب الله يعني دايما اليوم لشخصية الجنيرال لشخصية العماد ميشيل عون عنده رمز معنا وليوم صحيح قام وانتقد الحزب بالأعلام وكلنا بنعرف أنه سيد حسن نصر الله دايما بيقول الصدقين أنا وصديقي بنقعد مش بالأعلام بنقعد أنا ويا على طاولة وننتقد بعض إنما اليوم الرئيس ميشيل عون طلع على الأعلام وانتقد أمام الجميع يمكن لأنه من تاريخ خروج العماد عون من الأسر الرئاسي مثلا في اتصال مباشر أو حتى لقاءات مباشرة ويعتبر العماد عون أنه ما يجري اليوم بغزة هو طبعا هي نوع من إبادة للشعب الفلسطيني ولكن يعتبر أنه في فرق بين الفلسطينيين كقضية وشعب فلسطيني وفرق براس العماد عون هو موضوع حماس حماس ما عنده هذا القبول لا بالعالم العربي باستثناء دولة قطر ولا بالعالم الغربي لأنه يعتبرون من إخوان مسلمين أنت يلاقي مدى ضمن الصيغل الغربية باستثناء حالي عندما أجوا على مصر وحاولوا عندما كان الرئيس باراك أوباما من ناحية أخرى رأي العماد أنه الغرب يتوى يدعم إلى إسرائيل بهذه الحرب التي تحدث لماذا نحن لا نظل مستفردين حالنا كلبنانيين ندافع عن حقنا عن بلدنا ضد أي أعتداء إسرائيل لكن لماذا أريد أن أضع حالي كلبناني وحتى يعتبر عماد أنه مسؤولية وطنية وليس مسيحية حتى عن الشيعة للناس الذين عيشون في الجنوب يتحدث بيوتهم يتحدث يهجر بيوتهم ومصالحهم يتحدث إلى وحدة الساحات أنه عنده هذا ما رأي اليوم حضرتك كأبن الجنوب وما رأيك بوحدة الساحات أنا أريدك رأيي الشخصي أنا أقول فيني ساند غزة مدرور يكون فئة المساندة المباشرة بالعمليات العسكرية اعتداء إسرائيلي بدافع عن حالي 100% هلأ جاوزنا موضوع الاعتداءات الإسرائيلية لما بتماني الشهر ممكن نحن فتحنا الحزب هو أخذ هذا الموقف ولكن من 8 لتاريخ اليوم اعتداءات الإسرائيلية متوسطة إذا ما ردينا مشكلة وإذا ردينا كمان بدي أقول العالم أنه فيهن يكون بمعنى آخر عم بتقول لو ما 8 أكتوبر ولو ما في هذا التاريخ فتح حزب الله الجبهة الجنوب ما كانت العضوان الإسرائيلي على لبنان وما كانت إسرائيل اخترقت سيادتنا من 8 أكتوبر وصولنا لليوم أنا أنا أنعت هي التالي إسرائيل من ننطرة لا 8 ولا 9 ولا 7 حتى إختراقات على لبنان إختراقات وإبداعات على لبنان أبل ما يكون في حزب الله 100% هذا موضوع محسوم ولكن أنا أحكي بالشكل أن أنا كلبناني لن مضطار الوحدة للصحاد إلا بحالي وحدة الموضوع كلبنانيين إذا ما نعمل هذا وحدة السحات أولا السؤال يسأل هل هناك وحدة السحات عربية مطلقة لبنان يتحمل كل التفاصيل بموازين القوة بموازين القوة حتى العالم الغربي بين لبنان وإسرائيل أحكي تحديدا هون وعندما الرئيس ميشيل عون قال باللقاء الذي جمعت مع وفد من حزب الله قال أن هذه الحرب لا تقدم ولا تأخر لا يوجد توازن قوة بين حزب الله وإسرائيل هل التيار يشكك بقوة حزب الله على الحق الدرر بإسرائيل أكيد لا بالعكد بال2006 لم يكن توازن القوة قوة إسرائيل التدميرية بالجو لا يعلق عليها اليوم عطول بنحكي أنه في احتمالية للحرب تضاريس غزة غير تضاريس تختلف عن غزة فيه وديان فيه جبال حزب الله محضر حاله يمكن من فترة كتير طويلة هل يترى أنا ماني خبير عسكري بس منسمع ونقرأ أنه في إمكانية بعد لأنواع أسلحة لم تجرب حتى اليوم في هذا التوازن التوازن بالرعب موجود والبرهان لماذا إسرائيل اليوم عمدلال تهديد عندها 78 ألف إذا إذا يزيد يوم مرة يوم المارح أحد أكبر من المسؤولين الأمريكيين رئيس الديمقراطيين من المنس النواب الأمريكي هو يهود الأصل يقول أنه يجب نتانياهو ينسح من الساحة السياسية لأنه هناك خطر على الوحدة الداخلية الإسرائيلية لأنه اليهود الذين يأتي على إسرائيل هم من كل بلدان العالم جاهين على دولة الموعودة بالأمان لا يهربون مبيوتون هنا نحن بالمنطقتين كان لدينا وعنهم لدينا هذه الإشكالية موجودة وهذا ضغط في وجهة نظر اليوم يعترف فيها جمهور المقاومة وجمهور حزب الله أن حزب الله بدأ الحرب 8 أكتوبر وستبق العدوان الإسرائيلي على لبنان لأنه يقول عندما ينتهي الإسرائيلي من غزة سينتقل ضغري على لبنان وسيتجه صوب لبنان لأنني مواطن جنوب قلت لك قبل شواء وبعرف إلى أي مدى الأزل الإسرائيلي الذي يعمل هناك أحد يفكر إسرائيل أنه ممكن تعمل هاك أو لا لأنه طيران الإسرائيلي على طول يخترق الأجواء اللبنانية والعمليات يعملوها بطريقة مباشرة وغير مباشرة منا جديد أنا لا أصدق أن إسرائيل تحب لبنان أو إسرائيل لا تحتاج لبنان تقليلي بطريقة ماني صار فيه انطلق أول صاروخ من لبنان على مناطق الكفارشوبة على تلال الكفارشوبة حتى يسند وغزة ويقول لك أنا صحيح ولكن هذا كان تريجر هذا كان إذا بدك البادئ ولكن كان فيها إسرائيل توقف ولكن لم وقف استراتيجيا خدمت هذه جبهة الجنوب إلهاء الجيش الإسرائيلي لكن أنا بهمني أحكم على ماذا حصل في غزة دمرت غزة الناس صار عندهم حوالي 32 ألف أتيل في عندك 100 ألف جريح وشي مليونين مواطن غزيوي صاروا موجودين بمنطقة رفاح والمنطقة قطاع كله مدمر ليس قابل للعيش عمليا لا الفلسطينية دفعوا طمن كتير كتير غالية الفلسطينيين بعدهم عندهم عندهم إمكانية المواجهة ولكن ترى حولك كل من النقطة ما هي النهاية كيف رأيك ستكون النهاية كيف سنتهل الحرب من إسرائيل وغزة أول سؤال يسأل يحاولون يعملوا هدنة أو وقف إطلقنا إذا هدني أنا وقف الحرب المعارك لفترة حتى أرجع كفية أو أسمح للتفاوض ديبلوماسي ولكن مطالب الإسرائيلية والغربية واضحة ليس فقط الغربية لم يكن أريد حماس أن يتظل عندها يد الطولة بغزة حتى حماس اليوم فعليا انضربت البنية العسكرية والبنية الاجتماعية لحماس والمالية انضربت ولكن بعدها قادرت على السمود طبعا طبعا كشعب في النهاية ليس فقط فلسطينيا هناك الجهاد الإسلامي وحماس ومنظمات أخرى عندما توقع على مصيبي كما قال العالم لا يمكن أن تفك عن حالها ولكن أحد يربح بالسياسة لا يربح بالسياسة حماس لا تقبل إسرائيل ولا تقبل أمريكا ولا تقبل الدول العربية التي تعتبر حالة أنها كان لديها إمكانية تتقدم بالعلاقة مع إسرائيل وقادت 7 أكتوبر خربت كل هذه المواضيع وتحديدا المملكة العربية السعودية لا نروح بالتطبيع الحل تقليلي دولة فلسطينية حل الدولتين أنا كنت بمؤتمر بروسية وشفت أحد المسؤولين أحد الوزراء الفلسطيني أننا لم نريد حل الدولتين نريد فلسطين الموقف الروسي من هذه الحرب كان موقف خجول صح؟ شفنا تصريحات روسية بأول من صارية المعركة بعدين الموقف الروسي كان واضح بعد ونالتاريخ اليوم أنه أدان ما حصل بـ 7 أكتوبر بشكل جيد واضح وأدان الحرب رد الفعل الإسرائيلي الذي راح لأقصى الحدود الذي يعتبر أنه يعمل إبادة للشعب الفلسطيني بنفس الوقت ولكن انطلب من روسية تكون عندها مبادرة ولكن أي دور كبيرة يمكن اسمها روسية أدنى الشعب الفلسطيني والسلطة والممثلين للحركات الفلسطينية يكون عندهم موقف موحد بالحدود الدنيا نطرح هذا الموضوع بروسية أنا كنت حاضر وكان جواب الوزير لابروف أنه أكي لماذا تطلبوا مني شيء أنا لا أعرف أنتم ساعدونا اتفقوا مع بعض صار في لقاء رجعوا إذا تتذكر الأسبوع الماضي في موسكو حتى يكون في نوع من حكومة جديدة صار في تكليف لرئيس حكومة جديدة ممكن تكون هذه الخطوة الأولى حتى إذا حماس لو ما فاتت بالسلطة بشكل مباشر أنه تقدر السلطة جديدة تأخذ دور معين بالتوافق مع جميع المنظمات الفلسطينية رئيس بوتين علاقته جدا جيد بنتانياهو ممتاز ولكن بهالأيام العلاقة بين روسيا وإسرائيل ليس كثير كما كانت في السابق لأسباب العلاقة بالحرب وردة الفعل الإجرامية وفيش علاقة بأوكرانيا كامل لأنه يقال أنه هناك بعض التأييد لأوكرانيا من قبل إسرائيل ببعض المعدات العسكرية وحتى العسكر العنبيات الهني هذا موضوع روسي بامتياز يعتبروه سنعود إلى الداخل لبناني كيف قيمت اللقاء الذي جمع وفد من حزب الله والذينة الذي قام بزيارة إلى الرابعة أنا برأيي الزيارة كانت ضرورية كان لازم كانت تصير قبل يعني يمكن الوفد شرح للرئيس عون ما هي الأسباب التي يجعلته يذهب إلى وحدة الساحات وماذا العمليات العسكرية تصير لا أعرف إلى أي مدى تنع العماد عون بهذا العماد عون واضح اليوم كنت كمان بالجريدة أنه بعض التفاصيل عن اللقاء ما بارف إذا كانت طالعة من عند العماد عون أنه الوضوح هو أنه أنا كنت معكون بمحلات محطات معينة أساسية لأنه هذه تصب بخانية المصلحة للوطنية اللبنية اليوم عنده هذا الخوف عنده الخوف على الشعب اللبناني لأنه جزء من هذا الشعب نسيج مثل الغرب كله متحاد مع إسرائيل ضد حزب الله وضد الفلسطينيين هل لدينا القدرة نظل قدرين خصوصا إذا كان هناك حرب استنزاف لأنه الحرب الكبرى الشاملة كما أقول برأي أنه أنا موجودة لتاريخ اليوم بعد حرب الشاملة الدخول الإسرائيلي حرب برية تكون كبيرة أعتقد لا ما في عندهم بني أسمح لحال يقول يمكن ما في عندهم الجرأة الكبيرة لأنه 2006 علمتهم عندهم تقنيات جديدة عم بيستعملوها ما تنسس في عندنا تقريبا 290 شهيد لبناني يمكن 51% منهم العنصر شباب بين 20 و 30 مقاتلين بحزب الله 288 بعتاد أو 287 شهيد لحزب الله هدول شهداء لبنانيين عم بيروحوا بالحرب مع إسرائيل المقاومة كل مواطن لبناني يدفع ثمن أمام معتدي خارجي يعتبر شهيد لبناني لو كان رد الفعل لا أعرف إذا كان معهم برهبة هذا رد الفعل كمواطن لبناني إذا كنت بجنوب ما أعرفني إذا كنت رايح لا تجي مسيرة إسرائيلية إسرائيلية تضرب سيارت أو سيارت السيارتين اللي كانت معنا بدون ما يعرفوا إذا كان هذا فيها مسالحين أو لا ما كنا لو أنا مت ما رح كون شهيد كمان بهذه الشهيدة مع أنه ماني رايح عم بقاتل عم بعمل زيارات يعني عمليات مثل هذه كنت شهيد مدني ولكن الأخت ما ذكرت الشهداء المقاتلين مقاتلين حزب الله سمحي حدا عملها هي بطلة من لبنان وحدا عملها ذمية تابعة وحملة كتير كبيرة ريتا وطبعت هذا الشيء بالسوشيال ميديا استغربت حقيقة استغربت لأنه بما تمثل كراهبة نحن بالكنيسة هذه شغلة كتير مهمة نحن ما فينا نفصل ما فينا نفرق بين الأطراب كشعب لبناني كمواطني لبناني عندها هذا الحق وتقول أنه أنا اعتبر كلهم هذو شهداء لبنان هذا عم بيموت وين لو كان من حزب الله بس عم بيقيت إسرائيل إسرائيل دولي مين قتلته إسرائيل مش لبناني قتلوا لأنه قتلته إسرائيل أنا بيعتبره شهيد درجع للعليقة بين طيار الوطن الحر وحزب الله يوم دائما يتهموكم أنه طيار الوطن الحر بخاف يزعي الحزب الله لأنه يعطيكم غطاء شيعي عطيكم عدد من النواب لماذا بالعكس أنا لكي قوان عطينا غطاء الشيعي نحنا بمنتأجزين دورة 2018 و2022 الإخواننا الشيعة وحزب الله لا ما خفنا منه كانوا جمال ونحنا كذب مال تصلنا الانتخابات من 22 ومصر في شيء إشكالية بالعكس نحنا لتلك بجوع بعيد بأكد هني عندهم موقف ينطلقوا منه من اعتبارات الخاصة نحنا لدينا موقف عند اعتبارات الخاصة بمواقع محددة العلاقة بالوطن ككل بمفاصل أساسية ممكن نتفق ونتمنى ليس نتفق مع جميع الأطراف السياسية على شيء موحد ولكن بمفاصل أخرى العلاقة بتفاصيل التكتيكات السياسية أو العلاقة ببعض المشاريع الأمانين وعدة مرات كان بمجلس نتعارب نحن بيصف هذه العلاقة بين الطيار والحزب أن الطيار اجرب البور والفلاحة يعني الرئيس ميشهل عون يقول أنا ضد وحدة السحات بينما النقب جبران باسيد يقول أن سيد حسن نصر الله هو إنسان حكيم عارف كيف يضبط الوضع بالجنوب صحيح لش عندك شك أنه كان يفسروا أن الطيار يخشى على زعل حزب الله أبدا مع احترامنا للي بيقولوا هك هن يمكن يفكروا من مصلحة من زاوية أخرى لو كان هناك هذا الخوف ما أنت هلأ عم تقول ما كان العماد عون يصرح اللي يصرح وانا الوزير باسير يصرح يصرح إذا ترجح إلى الفترة الماضية الوزير باسير كان يحذر من قصص معينة سياسية دستورية كيانية بنوعية العلاقة بنوعية الدور اللي لازم حزب الله يمارسه فيما يتعلق خصوصا بممارسة حكم ما في عندك رئيس جمهورية موجود باب عبدة الشراكة الفعلية انضربت فعليا الشراكة انضربت لأنه كيف وليش لأسباب العلاقة ما فينا نترك الساحة السياسية البلد بده 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 يكفي فيه بلد يكفي وقت الرئيس تمام السلام لماذا الاشكالية اليوم مطروحة لأنه هناك استبعاد للدور المسيحي لماذا المسيحيين دائما مستضعفين المسيحيين دائما يستقصدوا انه يغيبون ودائما حيطن واطي بكل صراحة لكن كلمة حيطن واطي نحن من ايدنا فينا نعمل حيطنا واطي فينا نكون حيطنا مواطن مسيحيا ككل من رؤساء الأحزاب المسيحية والكريسة كلنا كلنا معنيين بهذا الموضوع كلنا معنيين بهذا الموضوع ما فينا نجزق أحزاب السياسية كلها والكريسة كمان فيها دور ولكن التغييب في له أسباب متعددة هي أوقات كثيرة تصير تقول انت فيه ارتباطات داخلية فيه في الارتباطات إقليمية في الارتباطات خارجية لما أنا لم أفكر بكل هدول فقط فكر على الصعيد المصلحة اللبنانية ككل أنا جزء أساسي من الشعب اللبناني مثل ما غير يفكر بمجموعته السياسية أو مجموعته الإنسانية الاجتماعية الإثنية أنا كمان فكر بانطلاقا من الدستور الذي ارتضيته أنا لم يأتي أجيب أفكار من برا حتى حتى قدر شلي الشيعي أو السني أو الدرزي وأنا كل شي أطلبه أنه كمان ما شليحني ما بيلا برئاسة الجمهورية كيف رأي الوضع لو رايح الأمور حسب ما نبين اليوم ما في شيء ظاهر باتجاهات الانتخام رئيس الجمهورية بفترة قريبة لأنه فصل ما يجري بغزة رسم أي حل يجري بغزة يجري ببنان ويجري بالمنطقة ككل لا ننسى سوريا لا نحل الموضوع اليمن لا نحل بعض الموضوع ما دور المملكة العربية السعودية ما دور أمريكا ما ممكن تلعبه الروسية ضمن حدودها موجودة بسوريا الدور الإيراني الخماسية اليوم لا نبين أي شيء بالهيولة لنا فترة نسمع بالأعلام عن تقارب بين طيار وطن الحر والرئيس نبيه بره هل هذا الصحيح أم لا علاقة من صحيح لا بالعكس هناك تناغم مع الرئيس تناغم على شو أو تقارب على شو تحديدا نحنا واضحين في معظم نحنا نريد انتخاب رئيس جمهورية مبارح شرط أن يكون في دورات متتالية ما لا نقبل أن نروح على لا رفضين الحوار لك نحنا مش بس نحنا الحوار شو سببه هل يالسبب لفرض مرشح أو لتسهيل مرشح نحنا روحوا على الحوار وننشوف بعدين شو بصير على الحوار وليكن تكون تكسروا هذا الجمود الحاصل بلئاسة الجمهورية حتى في الطرف الآخر نحنا ما نقدم كمجموعة مسيحية وفي الطرف الثاني نقدم كمجموعة إسلامية أو تحديدا شرعية لما نحكى في الماضي أن المسيحية لم يتفقوا لقد عملوا هناك انتفاق على جهاد أزعور لم يتفقوا لقد اتفقنا لماذا لم يتفقوا كان اتفاق جدا هاشي لا بالعكس راحوا بمرشح وانتوا بالخمسينات وانتوا بالخمسين صوت بالعكس كيف الحكي اليوم ممكن تتقطع مع القوات اللبنانية على مرشح تقطعنا نحن مستعدين نتقطع ولكن الهدف نحن بدنا رئيس جمهورية ولكن كمان لازم نكون عاقلين العماد عوان عمر رئيس جمهورية ست سنوات كان أقوى رئيس جمهورية على الجمهورية اللبنانية أقوى أقوى رئيس جمهورية ولكن يمكن برأي الطيار الوطني الحر لا الشعب اللبناني كل لما عمر رئيس جمهورية كان عنده أكثرية مسيحية دعونا انتفق مع بعضنا وإجت القوات اللبنانية بالاتفاق ولكن ما أثبت الجنرال عون أنه الأكثرية المسيحية وكلما يكون عندك تمثيل مسيحة أكثر مش عنا أنت تفتحكم صح أنا أقول أنه إجا بإجماع بتسوية كبيرة فيها السنة فيها الشيعية بالسنة أنا بقي الرئيس بري بس فيها الدرزي وليد جملات وفيها المسيحية هذا التوافق اللي إجا فيه العماد عون ولكن هل يطرأ قدر حكم العماد عون كما يجب مثل كل واحد منك يتمنى أنا يتمنى والناس التانية يتمنى لا الخلافات السياسية بقلب البلد التي وصلت للعالم من هنا والارتباط ارتباط لبنان بالتأثيرات الخارجية نسينا ما حدث عندك النازحين السوريين أي محاولة من لبنان للحكي بالنازحين السوريين كأنك عم تروح بيتقاتل أمريكا وكل الغرب وانت ماشي مع بشار الأسد لكن أنا عم فكر كاللبناني ما عم فكر لا بمصلحة بشار الأسد ولا بمصلحة أمريكية كل هدوه مع بعضهم وليخلافات الداخلية اللبنانية الموجودة والمصالح التي تربطها المنظومة ببعضها فشرت اليوم إذا فشرت العهد كيف يكون الرئيس مش عالعون أقوى رئيس للجمهورية قطع للجمهورية اللبنانية خليني كفل أو الرئيس لما عمل رئيس إجا من هالمنطلق بس التسويات اللي صارت هي عملته الرئيس إجا بتمثيل مسيحي كبير بمعروف في هالخبرية مسيحي وغير مسيحي ولكن لما تمارس السلطة أنت على أول سينة سنتين وتتغير المعطيات بقلب لبنان وبالخارج تنسى شو اللي صار معنا بالخارج إجا ترامب على أمريكا نقلبت كل السياسة الأمريكية بالمنطقة الشرق الأوسط ككل صار في تقدم على شيء أكتر رحنا بعدين بالحرب السورية بالدور اللي أخده حزب الله لما طلع على سوريا والمعقف اللي أخدته الدولة اللبنانية أو حتى الطيار الوطن الحر أنه إحنا بنشيل هالإشكالية اللي بسموها داعش وما داعش عن لبنان كنا مقايدين بالعمرية العسكرية حتى ما تشي الأشكالية اللي عنا على لبنان والخطر على لبنان دفعنا ثمن هذا الثمن كلياتنا دفعناه مش بس ميشالون دفعه كرئيس جمهورية كلياتنا نحنا دفعناه نظلم برأيك الرئيس ميشالون طبعا نظلم يمكن حدا كان قاعد عم بيقول عندما يخرج الرئيس من قصر بعبدة الأمور كلها بترجع لما جراها الدولار بيرجع منيح الوضع الاقتصادي بيتحسن طلع العماد عم بابدة شو صار لوم أخطأ كل من راهن على خروج الرئيس عم من قصر بابدة أن الوضع بيصير منيح هيدا الشعار اللي نحط طلع مش صحيح بنهاية العماد عم بابدة عاد ست سنوات ما بيوعد أكتر من ست سنوات لأنه بحلف أقسم اليمين على الدستور طلع عم نبعبدة كنا كلها ياتنا تنشوف العالم كانت ناطرة أنه شو بده سير بعد عند خروجه صرنا أسوأ مما كان بالقبل لأنه المصارات بعدها ما انتهت والألعاب اللي عم تنلعب بعدها ما انتهت من تلك في تأثيرات خارجية بس أنا بقول بلبنان لقد ما يكون في تأثير خارجي لازم يكون في عنا أناعة أي رئيس بده يجي لو بده يجي يسوع المسيح رئيس الجمهوري اليوم إذا ما فيه اتفاق واضح المعالم من كل الأحزاب الأساسية مثبت بأوانين بمجلس النيابة هذا الرئيس بده يجي مع الحكومة بده هو يساعد أن يتمارس السلطة الإجرائية معه ما فينا نقوم بالبلد نهائيا للأسف أنا مني شايف أي بصيص نور أي وأي أمل بانتخاب رئيس جمهوري جديد إلا إذا صار في هذا الاتفاق الكبير بين جميع المكونات اللبنانية لأنه ألا البلد بينهار تصوري فيه سؤال بينسأل هل يترى هذا المجلس سينتخب رئيس جمهورية هذا تحدي كبير لماذا بتنتخبه الوزير السابق سلمان فرنجية وبتعامله بتكسر الجمود الحاصل برئاسة الجمهورية وهل مرة كرمان الوطن لمسلحة الوطن أنا قلتلك قبل شوية كلمة ورحي رجع هذا كائنا من يكون الرئيس الشرط يكون فيه برنامج واضح ومتفقين عليها الأحزاب الفعلي وملتزمين بالتطبيق يعني فيه شي بديك تروحي على ماليس النيابي قبل الانتخابية تتسابتي فيه أونين معين فيك تتكلي أحد المسؤولين الكبار أنا بتذكر بروسية قال نعم نحن قادرين نضمن نحن بنضمن كيف تضمن نبتمضي ورقة بتضمن أنت للبنان ببعضنا هي الجزء الأساسي قادرين نحن بين بعضنا نحتوي هالخلافات إذا بدنا بس أي لبنان نريد نضمن أي صيغة سياسية ما هو الدور لاتصادي لبنان شو كيف بدأتكون مالية لبنان دورة الاجتماعية يعني شو المكونات الأساسية للاقتصاد معنا شو السياسة اتصادية إذا هذي ما اتفقنا عليها جيبي مين ما بدك رئيس جمهورية ما في قدر يحكم لو كان ورئيس بالعالم ليش ما نشوف تير الوطن الحروب للقوات اللبنانية عم يتفقوا على صيغة مشتركة أو على ورقة عمل مشتركة هيك تنصف المسيحيين مثل ما في الثناء الشيعي حركة أمل وحزب الله يعني هوني كده مش دائما بيتفقوا أو بيختلفوا على بعض المواضيع ولكن على الأمور الأساسية هن متفقين هن منظمين هيدا ضعف للمسيحيين هيدا ضعف للمسيحيين أنا بقول أنه من الضروري أنه يكون فيه هناك موقف موحد من السلطة السياسية المسيحية ضروري يعني بالدرجة أولى لما تقولي أنت عندي رئيس جمهورية يمثل المسيحيين لأنه بالنهاية لما يصير رئيس يمثل كل اللبنانيين بس هذا يمثل التمثيل المسيحي في السلطة السياسية باللبنان رئيس الدولة أنا كتيار وكاوات لبنانية وحتى كحزب الكتائب والمسيحيين المستقنين عندهم دور كتير كبير أن يكونوا يقعدوا مع بعضهم يتفقوا على مسلمات جوهرية وأساسية خارج إطار المصالح الدايئة بالنهاية الأحزاب تأخذ دورة في انتخابات بكرة الناس بتقرد مع الطيار مع القوات مع الكتائب وحتى مع طلاف وغرى بس في تحديات كتير كبيرة على كيان اللبناني ككل على وجودنا نحنا كمسيحيين وغير المسيحيين إذا لبنان نهار ما أريد أن يكون في هذا البلد الهجرة المنطقة ستتشكل من جديد من بعض غزة ماذا عن الدور الروسي هل رح تكون روسيا لنفوذ بالمنطقة من بعض هذه الأحداث أو تحديدا في لبنان في دور روسي كوني أكيد الشيء التالي وجود روسية في سوريا وجود طبيعي أنوني عند اتفاق مع الدول السورية هذا الوجود ما ممكن ما كن له إن كان بسوريا أو بلبنان أو حتى مع فلسطين والجوار دولة روسية دولة فاعلة طبعا فعاليتها أقل من الدور الأمريكي حتى نكون وعيين ولكن لا أمريكا ولا روسية من الدول الكبيرة قادرين يروحوا للصدمات بين بعضهم تربطوا مصالح مشتركة كل واحد يأمن مصلحة الثانية حتى ودول الدول الكبيرة يمكن يتفقوا علينا نحنا ولكن لا يمنع أن هناك دور يجب أن يكون لروسية وهي تعنى بهذا الدور والبرهان لعملة الاجتماع من حوالي من شهر بروسية اسمه دور روسية في الشرق الأوسط بعد أحداث غزة يعني عندهم هذا التوجه ولكن تقليلي أنت باللبنان هنا ينظروا للبنان كدولة متعددة ضروري يكون فيها هذا التعددية موجودة نظامها ويكون فيها استقرار بهمهم استقرار الأمن والابتصادي أنه يخدم الداخل السوري ودور هن بسوريا يعني بيعتبروا لبنان وسوريا في تفاعل إن كان سلبي أو إيجابي هن قادرين يساعدوا بهذا القصوص قيل ذات مرة أنه الروس جديين بالدخول عبر القطاع المصرف إلى لبنان صحيح هذا الشي نذكر من حوالي قبل ما يخلص العهد العماد وعلي بيعتاد سنة ونص ولكن لا تنسي أن العقوبات التي كانت موجودة على روسيا من سنة 2014 لما بدأت الأحداث بأوكرانيا نحن لا ننتبه لها وبعض المصارف طلبت أنها تأخذ حصة ولكن كان في اعتراض من قبل المصرف في لبنان سياسيا سنخطو بجزين كيف جزين اليوم جزين بتجنن على سلافة جزين من أي ناحية بتجنن كيف جزين اليوم الماء بجزين الخدمات بجزين على الكهرباء الطرقات إلى آخره لكن جزين مثلها مثل غيرها مرت بمرحلة مؤخرا بموضوع الكهرباء لأنه كمان نحن ونصار في حكي كينا عن موضوع الكهرباء كان تجي عنا يمكن عشرين ساعة لأسباب معينة هلأ رجحت الأمور تحسنت الخدمات فيها جيدة الانماء فيها جيدة الحمد لله أحسن من غيرنا بكثير يعني في عنا اتحاد بلديات جيد ورؤسة بلديات عم عم مسؤولين سياسيين يعني عم يتعطون كانوا الحاليين أو حتى السابين مني أنا وجر يعني نحن أولاد هذه المنطقة أولاد هذه البيئة مضطرين نتعطى مع بعضنا كرمال أهلنا تظلوا قاعدين لأنه مرأة صعوبات رايون وضع جيد ما تضعضع وضع كون أبدا لكن كل الأحزاب تعترف أنها صارت أقوى منكم بجزين ربحت الانتخابات النيابية بسبب صيدة صيدة هي التي ربحتها ويمكن لو ربحنا كمان أصوات صيدوية كاد بدأت ربحنا خلانا نكون واعيين هذا لأنه الشيعة يعني القوات ليس أقوى من الطيارة أكيد اليوم بالمجموعة الأصوات المسيحية واضح ترى الأرقام تتحدث عن حالها ليس أنا أحكي شيء بأن الرقم القوات اللبنانية موجودة ربحة الانتخابات أكيد 100% ونحن خسرنا ولكن بعض الطيار موجود بمنطقة جزين فاعل بمنطقة جزين وأي اتفاق بكرة بصير بالانتخابات الأدمي نحن وصيدة الأمور بالظروف حتى تغير كيف العلاقة المستجدة مع أهل صيدة جزين وصيدة من قطعت العلاقة بين جزين وصيدة كان في موقف معين كنت تقول له بس في الأنعب زياد أسود تصير العلاقة جدا جيدة صارت العلاقة جدا جيدة أنا أنا فيني أدعي أنه علاقة جيدة أكيد العلاقة جيدة أدعاء يعني لا أنا أنا أدعي إجابا أنه أنا كل الناس بتعرف أنه العلاقتنا بصيدة تؤكد حزب الله بصيدة الانتخابات المادية لا ننسى بعد سنة 2019 وهذا الانقلاب الكبير والثورة التي صارت والإعلام كيف لعب دوره والناس بالنهاية نجرت بحلات معينة عن حقه وعن باطل بس بهمني النتيجة أنا النتيجة اليوم صار في عندي كواقع جديد بجزين وبصيدة نحن لا يمكن أن نقاطع عن صيدة ولا صيدة التي تنقاطع عنها ولا عن الشيعة ولا هني قادرين نطعو عنها ولا عن الدروز لأنه الارتباط الجغرافي نحن جزين جزيري نحن عنها مواقفنا بالسياسة وأناعاتنا من أولى بشكل واضح جدا يعني ما منتعدى على الآخر وما منسمح للآخر يتعدى علينا منتفهم ونطلب ونتفهمونا هذا الشيء الوحيد ويدنا ممضودي تنطعاط مع الجميع ضمن حقنا مواقفنا السياسة وواضح هل سيلتأم جرح طيار وطن الحر بجزين بالانتخابات المقبلة شو قصديك يلتأم شدوا حالكم ترجعوا وتعملوا التفاف أكيد شدينا حالنا ووزن الله بلك أنه الطيار بتلاقلوا بعض نايب ونابان بجزين والأيام اللي جاية هي بتبرهن نحن علينا أن نقوم بالواجب مثل أقولوه بالنهاية يقرار عند الناس مش عندي أنا بالنهاية الناس هي بتروح بتقرير بتشوف إذا هذا العمل صحيح أو منه صحيح إذا تجاوض معنا أنهم كتري خير تكون ما تجاوض معنا هذا رأيهم ما أننا نحترم رأيهم النائب أمال أبوزايد قبل الختام بتحب تضوع على شي معين أبدا أشكرك مرة ثانية على استضابتك وإليك حوار جيد أنا بمسط بس عمل حوار أنا بيك شكرا لألك متابعي سفوتشات هيك ممكن وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة